تعتزم أوكرانيا عقد قمة السلام الثانية في نوفمبر المقبل حسب ما ذكره الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي ولكن هناك القليل من التفاصيل حول الحدث المستقبلي حتى الآن ومن المعروف أيضا بأنه على عكس القمة الأولى التي عقدت في يونيو الماضي فهذه المرة سيتم دعوة روسيا ولكن يبقى رد الكريملين مجهولا قد تحدثنا عن ذلك عدة مرات ونواصل في هذا العمل بدعوة ممثلي روسيا للقمة الثانية للجلوس على الطاولة بعيدا عن التلاعب والأكاذيب هذه الطاولة الدبلوماسية الواسعة التي سيجلس عليها أكثر من مئة دولة ونريد أن يكون هناك المزيد والمزيد من هذه الدول ليصلوا لمائة وخمسين دولة وهذا ما سيثبت قدرة روسيا على التفاوض سلميا أو عدم قدرتها على ذلك وحضرت مفود من 92 دولة وثمان منظمات دولية القمة الأولى في سويسرا أيد 94 مشاركا البيانة النهائية والمشترك وتحدثت هذه الدول عن دعم ثلاث نقاط أساسية من صيغة السلام الأوكرانية وهي الأمن النووي والأمن الغذائي وعودة جميع الأوكرانيين الذين أسرتهم روسيا وتشير وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن عدد وجغرافية الدول المشاركة في قمة السلام تؤثر على نجاح تنفيذ النقاط أن صيغة السلام ليس لها بدال وهي السبيل الوحيد لتحقيق السلام شامل وعادل ودائم أننا ندعو الدول والقادة والمنظمات التي ترغب بصدق في استعادة السلام إلى الانضمام إلى جهود صيغة السلام الأوكرانية إلى جانب مئات المشاركين من حول العالم وقبيل قمة السلام الثانية سيلتقي زيلنسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن ليعرض عليه الخطط الأوكرانية لتحقيق النصر وسيقدمها أيضا لكل من المرشحين الرئاسيين هاريس وترامب ولم يكشف زيلنسكي بعد عن خططه المناسبة أعتقد أن الشيء الجيد هو أن هناك نقاط قليلة هناك وكل نقطة ستعتمد على قرار بايدن لهذا السبب أعتقد حقا أن هذا سيساعدنا لا أستطيع أن أضمن بنسبة مئة بالمئة أن هذا سوف يوقف بوتن لكنه سيجعل أوكرانيا أقوى وأعتقد أنه سيدفع بوتن للتفكير أيضا في كيفية وقف الحرب وزعمت صحيفة بلد الألمانية بأن رئيس أوكرانيا قد يعلن عن وقف العمليات القتالية خلال زيارته للولايات المتحدة فيما نفى مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية الأوكرانية هذه الأنباء وأكد معارضة القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية أي تجميد للصراع أوكرانيا لا تخطط للموافقة على أي تجميد للحرب المصدر الذي أفاد بذلك لا يعلم بخطط الرئيس زيلنسكي ولا شك أن الأناصر التي سيقدمها الرئيس لولايات المتحدة ستعزز ولن تضعف أوكرانيا ومحاربها واليوم وفي الفترة الفاصلة بين القمب المنتظرة تنظم كييف اجتماعات حول نقاط من صيغة السلام الأوكرانية حيث عقدت مؤتمرات مخصصة للطاقة والأمن الغذائي في نهاية أغسطس وبداية شهر سبتمبر الحالي أعداد فاليرا نيكو بوليفا لقناة تيفي عربية